السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد من دروس الحسب الآلي بعنوان فوائد قواعد البيانات في الدرس ده هنشوف اي فوائد واهميات قواعد البيانات اللي احنا عرفناها هي تنظيم البيانات في جدول بسوء طريقة يسهل استخراجها وإصراع ارتخاذ القرارات اهمية قواعد البيانات تخزين جميع البيانات بالطرق دقيقة وكاملة وتنظيمها بشكل يسهل الحصول عليها فيما بعد يبقى نخزن البيانات بطريقة دقيقة وكاملة بطريقة سهلة تساعدنا بعد كده من احنا ناخدها في اي وقت احنا عايزينه من غير ما ناخد اي وقت ولا نعمل اي جهد تخزين كم كبير من البيانات التي يصعب على الانسان تذكر وتفاصيلها بسهولة احنا عرفين نحن بننسى اما الحسب الآلي بيقدر يخزن حاجات كثيرة واحفظها عنده بكم كبير جدا من البيانات ليقدر يحفظها ونقدر نستغلها وناخدها منه في اي وقت احنا عايزينه عشان كبير نعمل قواعد بيانات على الحاسب الآلي يمكن من خلالها تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بحيث لو يتاح لأي شخص اطلاع عليها بدون ان تكون له صراحية من خلال قواعد بيانات نقدر نخلي ولا اي حد يدخل غيرنا او غير اللي هم الصراحية الكاملة عشان يطلعوا على البيانات دي نقدر نعملها باسورد او نقفلها بطريقة زي ما هنعرفها سهولة اجراء تعديلات على هذه البيانات بعد ادخالها حتى تتميز بتحديث قواعد البيانات بميقل نغيرها بسهولة من غير اي تعب وهي دي فوائد قواعد البيانات كده نكون خلاص من الدرسه معنا فهمنا تعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته